أبو محمد من أمريكا بارك الله فيه يقول يعني الشهيد يشفع يوم القيامة وهل الذين يشفع لهم عددهم معين أبو محمد من أمريكا بارك الله فيك و رضي عنك الجواب أولا أخي الفاضل نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الشهيد يشفع في سبعين من أهله يشفع في سبعين من أهله و من أهل العلم ذهب إلى حصر العدد بهذا الرقم قال سبعين و من أهل العلم ذهب إلى أن العدد لا مفهوم له قالوا لا مفهوم له فيشفع في عدد كبير جدا من أهله على القاعدة الأصولية المعروفة بأن العدد لا مفهوم له أمر الثاني أخي الفاضل بالنسبة للتعيين لم يرد في الحديث تعيين من الذين يشفع لهم لكن الذي جاء في الحديث من أهله و المقصود من أهله أرحامه يعني والديه و كل من له صلة به من الأرحام سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة الحواش الأخوة و الأخوات و العمّة و العمّات و الأخوال و الخالات هذا الذي يظهر و الله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر